احنا دلوقتي خلاص يعني السؤال ده استهلك قوي قوي في الامتحانات وكده وما يقاش بيجي كتير لكن مهم جدا في الريبورتيج انا دايما بشوف التأريد اللي هي بتتكتب في الحلقة اللي زي كده بتكون الحقيقة مش لطيف قبل وبتكون مكتوبة بكلفتها شديدة قوي فيه فراكشورز وخلاص وكده ومساء الناس اللي هما المسؤولين عن العلاج اللي هما الجماعة في مجزيله في اشي بيبقوا محتاجين معلومات معينة هي دي اللي انا هول هات وهي اللي انا كاتبها في الارشيف في التقارير بتاعت المجزيل الفيشل تروما فانت المفوض تعرف الكلمتين دولت عشان لو كانوا موجودين تكتبهم في التقارير لو كانوا مش موجودين تقول انه هما مش موجودين فانا دلوقتي ازا فيه شخص عنده مجزيل الفيشل تروما فاحنا عاوزين نعمل سي تي او ده مجزيل الفيشل ايريا فين هي المجزيل الفيشل ايريا اللي هي ما بين الهارد بلت وما بين السكال بيتز فاحنا ازا في الامكان نعمل اجزيل وكورونا يبقى ممتاز ازا ما كانش فيه بنعمل اجزيل بس لازم نعمل كورونا لريكو مستقر عشان الكورونا المهم جدا زي مانشو فاحنا دايما بنبتدي في معظم الاحيان من الهارد بلت وبعدين نتلع لحاد اخر الفرانتل ساينز دلوقتي علشان الانجلز بقت جبارة جدا وبقى فيه حاجات بالمدفع وفيه حاجات بالقنابل وكده فبناخد الماندبل كمان معنا بالمرقى علشان يبقى خلصنا الفيس كله من اوله ده بنمشي كل تلاتة ميلي علشان هنعمل ريكونوستركشن وانا بقولك دلوقتي الريكونوستركشن 3 دي الوحيد اللي ليه قيمة هو بتاع الفيس فقط والباقي كله تقريبا ملوش اي لازم لان ازا تقدر المريض غالبا بيكون متخارشم والاروي بتاعه تعباله وكده في المنتدرشة نايمه على بطن في الغالب يعني فانت ممكن ازا عرفت اعمل دايرت كورونا الويل ان جود معرفتش يبقى تعمل ايه؟ تعمل كورونا الريكونوستركشن وبعد لما تعمل كورونا الريكونوستركشن لازم تعمل 3 دي 3 دي اهم واحد في الموضوع كله عشان تعرف تشخص انواع المكزين الوكفيشيال تروما ايه الهدف بتاع السكان الثلاثة دول عاوز تعرف مين الفراكشور اللي موجود اذا كان فيه صوفتيشو انجري بالذات الأوربت وموضوع الجلوب رابشر مهم جدا في الحكاية دي واذا كان فيه انترا كرينيال كومبليكيشن واتلاحظ ان كل لما كان الانجري في الفيس سيفير كل لما كانش فيه حاجة في البريد لان الناس كلها بتعتبر ان الفيس هو الاقصدام بتاع البريد انا اعرف ان الاقصدام كده في وش العربية عشان لما تخبط هو اللي يتكسر والعربية تبدل سليمة وانتا تبدل سليمة وهي دي تقريبا نفس الحكاية الفيس مليان هوا وعنده بولي ريجس قوية جدا بحيث لما الواحد يطلم يبقى الفيس يتكسر لكن المخ يفضل سليمة في معظم الاحيان بيحصل جدا ان كل ما كانت المجزيلو فيش التروما سيفير كل ما كانتش فيه انترا كرينيال كومبليكيشن الفيس بينقسم الى ثلاثة ثلاثة عن طريق خطين واحد منهم بيمر قرب الأوربتال روف والتاني بيمر عند الالفيولار مارشل الحتة اللي في النصف اسمها الميد فيس وهو دوت اللي محاطه بتاع كل الانجريز على الاطلاق اللي هو الميد فيش الانجريز التروما بتاعت الماندبل اسمها الالوور فيس والتروما بتاعت الأوربتال روف والفرانتال سينيس والفرانتال بون ده اللي هو اسمه ده أبر فيس طبعا مفيش حدوط لما يحصل التروما ما فيش ببتجيش عند الالوور فيس وتقف أو عند الالوور فيس وتقف لا التروما بتمتد لكن ببتجيش عند الالوور فيس طبعا احنا استفضنا جدا في الاناتروني دوت لما تكلمنا عن ناسل سينيس والفرانجي لكن من قبيل التسكيره انت عارف طبعا وهو المجزيلي الانترا وبعدين من هنا التريجويد بليتس التريجويد دولة مهمين جدا دلوقتي عشان على اساسهم هتقوم الكلاسيفيكيشن وبعدين المنديبل الريمس وبعدين الستيلايد بروسس وبعدين السيربايكال سباين تطلع لفوق شوية بني سيدة زيجومة اللي هي زيجوماتيك بون كورونايد بروسس كونديلويد بروسس تمبرو مانديبل جوانت زيجوماتيك ارش كل الكلام دوت ما اعتقدش انه مش معروف دلوقتي بالنسبالك متطلع لفوق اثنويد الارسلس اسفنويد ساينس فرانتال ساينس في الآخر خالص و هذا زيجوماتيك ارش ازاي ما احنا اتفعل الكورونا الامجز مهمة جدا عشان الحاجات اللي ماشي هوروزونتا especially the orbital roof and the orbital floor دولت الحاجتين مهمين اوي بالنسبالنا دلوقتي الهارد بلت مفيش مشكلة ممكن ناسس in the axial و ممكن في الكورونا التريجويد بليتس ممكن في الكورونا و ممكن في الاكزيل مجراش حاجة لكن الكورونا بالذات علشان خاطر الاثنين دول especially the orbital floor مهمة جدا في و زي ما انا قلتلك 3D لا يوجد اي قيمة في اي حتة في الجسد الا في الفيس فقط البنزز والهيب والني و كل الفازلكة دير ما لهاش اي لازم فهو الفيس بس هو اللي لي فايدة في 3D images هل انت لو واحد اعمل حادثة عربية هل انت تعمله imaging اميديتلي ولا تستنى شوية لما الامور تهدى وبعدين تعمله imaging تختار ايه؟ urgent طبعا الامجينج هو urgent لكن management هو اللي ممكن ما يكونش urgent يعني انت واحد وش وتفشفش خالص زي اللي انت شايفه دوت دلوقتي مش مهم ترجع العظم ده في مكان لكن مهم جدا تعرف airway مسدود ولا سلكان عاوز تعرف هما اللي اتنين انفجروا ولا لسه فانت urgency في الامجينج مهم جدا علشان لو كان في bone fragments في حتة خطيرة تشيلها زي في الorbit وزي في الbrain لو كان في fractures مهمة جدا ان هي ترجع ترجع لانك انت لو سبت fractures شوية بيحصل حوالي Fibers tissue مايرافش ترجعه بعد كده في مكانه ابدا ويفضل deformities موجودة لو كان في مسل انترابت يعني لما بيحصل fractures المسل بتسقط جول fracture وال fracture بيقفل عليها وطبعا في الorbit حاجة خطيرة جدا وشوية حاجات ملاج يعني حالة واذا كان في skull based fractures وحصل CSF راينورية والكلام ده كله ما هيش urgent انك تقفلها لكن تبعارف انها موجودة ممكن تقفل لوحدها وممكن تقفل بعد كده تنشور patent airway وده مهم جدا وترموف الفورين اللي هي دخلت في السكة وممكن تعمل الفاكشن يعني الرصاص والحاجات اللي هي سخنة ديت ما بتعملش حاجة لكن التراب والإزاز والكلام ده كله ممكن انشيات في السكة انت عندك ثلاثة أنواع اسم فراكشن فراكشن يعني عظمية واحدة بس هي اللي تقصبت فراكشن كومبلكس يعني مجموعة من الفراكشن مع بعض لها اسم فلان وفلان اسمهم كذا فلان وفلان وفلان اسمهم كذا دي فراكشن معروفه بالاسم وترانس فاشيال يعني ما لقوله ما تتسماش يعني ما تعرفش تجيبهم على بعض وتحطهم على نوع معين من الفراكشل دي قولت بقى لهم بيسموها كده اللي واحد داس عليه قطر واحد مفكر تفوش بقنبلة الحاجات اللي هي مبتشوفش حاجة أصلاً انت في الأشعب غير يعني ضمار شامت زينا نجيب فاتسم بالفراكشل إن الأوربتال واليكيسر إن الصينيس واليكيسر الزيجوماتيك أرشي الكيسر أما الكمبليكس فراكشل فأشهر حاجة على الإطلاق الأولاني والتاني إنه هو زيجوماتيكو ماجزيلري كومبليكس والتاني اسم نيزو اسمويدا الفراكشل دولت مشهورين جداً أما ترانس فيشل ففي منهم واحد معروف جداً إنه هو اللوفورت وبعدين بقى في الحاجات إنه هي ملهاش كلاسفيكيشن خالص اسمها اسمهاش انجلز يعني فراكشل في كل حتة تكتب بقى تكتب صفحتين ثلاثة عبر ما تخلص أسامي بس العظم اللي هو المكسور النيزل بونس أشهر واحد بيتكسر على الإطلاق في الفيس هو النيزل بونس رقم واحد بسبب إنه طالع له قدام شوية فأي خبطة هو أول واحد بيستلق الخبطة دي النيزل بونس بتتشاف في الإكس راي زي كده بتتشاف بالإكس راي وتتشاف بالإكس راي وتتشاف بالإكس راي وتتشاف بالإموار وكل حال اللي احنا عاوزين نعرفه بس إن الحاجات الخطوط اللي ماشية بطول دي سوتشورز سوتشورز في النيزل بونس لأن النيزل بونس لما تتكسر بتتكسر بالعرض كده يعني الفراكشور اللي ماشي هو ده الفراكشور أما الخطوط اللي ماشية بطول فده تعتبر إيه سوتشورز وتتشاف بالإكس راي علشان تشخص إن النيزل بونس مكسور لازم يكون الفراكشور ماشي بالعرض كده لكن ما ليكش داعه بكل الخطوط اللي تنشي بطول هذه هي تعتبر سوتشورز وده ده تيبك الفراكشور ويز كومينيوشن وشايف انت الفتافيت اللي فيه ده الفراكشور كايب النيزل بون فراكشورز ممكن تبقى الوحدها وممكن طبعا التروما تبقى أكبر من كده شوية فتخش على الباقي تكسر باقى المكزلة والبتاعت زي ما هنقول بعد شوية فبعد الأحيان التروما تؤدي إلى ان النيزل سيبتم يحصل فيه هيماتومة اسمها نيزل سيبتم هيماتومة الهماتومة ديت خطرتها في ان هي ممكن تقرض الكارتلج اللي تحتها وتخرم النيزل سيبتم ويبتدي الواحد كله ما ياخد نفس يصفر ويعمل أسواب هاي دي بس المشكلة بتاعتها ايه فتاس برازنت المفروض ان الناس تفضيها قبل ما تخرم النيزل سيبتم المهم جدا في النيزل بونز ان كنت تعمل طبعا 2D وتعمل كمان ايه 3D مهم علشان تقدر تفرقه من ده اشهر مثال اللي هو النيزل بونز كعاله بقى ليه اكثر واحد رقم اثنين بيتشاف بعد النيزل بونز اللي هو هذا الفراكشور اسمه زيجوماتيكو مكزيلاري كومبلكس يعني ايه زيجوماتيكو مكزيلاري كومبلكس الزيجومة اللي هي دي كده شايف انت الزيجومة الزيجومة ديت متوصلة بالفيس عن طريق اربعة سوتشو و اذا انت개� ترجم لانتين صفر والبانخ التلصية بعضنا خطوة الر CIA الأول الصفر والمكزيلاري الزيجومة السلزة الزيجومة 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 سلزة هم دولة الاربعة سوتشلز اللي الزيجومة متمفصلة بيهم مع بقية لما واحد بيتخبط بوكس في وشه او بياخد بلانت فيشيال تروما الزيجومة ما بتكسرش الزيجومة عضو مناشف جدا ما بيكسرش كل اللي بيحصل انه هو بيبقى سيباريتن عند السوتشلز بتاعك فيروح مفصول على طول من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا عشان كده الفراكشور دوت ايام زمان كان اسمه ترايبود فراكشور يعني فراكشور بتالت رجلين ايه هم التالت رجلين ما كانش معروف اللي هو الزيجوماتيكو سفنايدل كان معروف بس الزيجوماتيكو فرانتل زيجوماتيكو ماجزيلري الزيجوماتيكو تمبرل فعشان كده يسمينه فراكشور بتالت رجلين لما عرفوا بتاع الرابع دوت فسموه كوادريبود فراكشور وبعدين لقى لك بقى بلا بود بلا بتاع خلينا في الاسم الحقيق اللي هو زيجوماتيكو مكزيلاري كومبليكس فراكش عبارة عن إيه ده إن واحد اتخبط بلونت فيشل دروما راح تزيجومة مفصولة من الأربعة التاتشمنت بتوح اللي هم زيجوماتيكو فرانتل زيجوماتيكو تيمبرل زيجوماتيكو مكزيلاري and زيجوماتيكو اسفنوائي طيب إنت في الحتة دي شايف إنت الانفراوربيتال كنام قريب جدا من الفراكشور دوت فيه جزء مفراكشور بيعدي في الحتة دي زي دوت كنا دين إتوى الانفراوربيتال كنام اللي ماشي فيه الانفراوربيتال نيرف واربعة وتسعين في المئة من الناس اللي عندهم دوت بيجيلهم انجري اف ديس نيرف أيام العصر الحجري اللي هو أنا كنت بعمل فيه رسالة الدكتوراه وكانت على المكزيلو فيش يبترون ومكانش عندنا إلا الـ X-ray و CT كحيان جربان بيعمل الحالة مثلا في ساعتين ثلاثة وتقعد انت بقى جمب ولا فيه ريكولستركشن ولا عفريت فيه بس هو الأجزي الإميجز وخلاص على كده فاحنا كنا بنستخدم هذا الـ View علشان نعمل بيه الـ Assessment of MacZillow Facial True وكان كل اللي حلتنا في القضية ديت هو الزيجوماتيك فراش فقط ما بنعرفش غيره من البلينيكسنين وبنعتمد في كده على حاجة اسمها الـ Elephant Head الـ Elephant Head ديت اللي هي عبارة عن لو انت سيبك من ودنه ديت كمالة الفيل يعني مناش دعوة بيه لكن انت لو انت بصيت كده على الصورة ديت هذا هو الزيجومة ودوت الزيجومة بتاعت الفيل اللي هي الزيجوماتيك آرش خلاص؟ وبعدين راس الفيل معمولة بايه؟ بالزيجومة نفسها ودن الفيل معمولة بايه؟ اللي هو الـ Process اللي هو اللي هي مكسورة كان يقولك اول ما تلاقي راس الفيل ديسرابتد يعني ما هيش تلفع ترسمها تعرف ان المريض دوت مكسود بس كده اللي هو سمع ان لكش عاجة الان ثم اذا انتظروا هنا وانتظروا هنا واضح هو مش محتاج فرق والحرق وانتظروا من هذه الصورة الصورة دوت مفصود بس ما بيش حاجة تانية تقدر تعرفها اذا لما الستي بقى تحسن شوية هم دولة الكومبونز اللي هو زيجوماتيكو ماكزيلاري زيجوماتيكو اسفنويدل زيجوماتيكو فرونتل زيجوماتيكو تيمير هم دولة الكومبونز افرد واحد القصر وانت عاوز تعرف فتشوف السويتشرز ديت هتفصلت ولا لأ اللي هنا دوت اللي هو في اللاتر الاربتال وال اسمه ايه زيجوماتيكو فرونتل خلاص ارجع تاني للصور اللي في اللاتر الاربتال وال هو زيجوماتيكو فرونتل واللي في الانتيري الول هو زيجوماتيكو ماكزيلاري واللي في البوستيري الول هو زيجوماتيكو اسفنويدل والزيجوماتيك أرش هو بتاع زيجوماتيكو إيه؟ تمبر. إذن لو لقيت فراكشور of the anterior wall of the sinus. فراكشور of the posterior wall of the sinus. فراكشور of the lateral orbital wall. فراكشور of the زيجوماتيك أرش. يبقى أنت حققت إيه؟ الشروط كلها بتاعت زيجوماتيكو ماكزيلاري كومبليكس فراكشور. بقي لك تلات حاجات. ثلاث حاجات. أول حاجة الزيجومة لما تتفصل ما بتعودش في مكانها. إنه راح بتدب بكدر. فالزيجومة بترجع لورا. يعني يوهف تومينشن ده في التقريب إن الزيجومة رجعت لورا لأن لازم الراجل يرجعها في مكانها. أزروايز هيبقى الفيس شكل وحش جدا. حتة مبططة وحتة مش ببططة. هتقول لي يعني هو مشايف إن الفيس مبطت وزيجومة رجعت لورا. أقول لك لا مش شايف لأن الفيس ساعتها بيكون بليان دم بقى وارم قوي وما انت شايف الجلوب ولا شايف أي حاجة أصلا خالص. إن يوهف تومينشن الكلام ده في التقريب إن الزيجومة رجعت لورا. فتقول. كمان لما الزيجومة تتفصل بتلف لأن هي ممسوكة في مصر. ببتلف. لما تلف يا إما تلف في الجوة يا إما تلف في البرا. يجب أن تفضل هذا الكلام في التقريب. إزاي بقى أنت هتعرف إزاي جومة لفت لجوة والبرا تبص على المجزيلة لصينز. كمبير للمجزيلة اللي بتاع الناحية التانية. إزا كان الصينز صغير يبقى لفت جوة يبقى ميدا الروتيشن. إزا كان الصينز كبير يبقى لفت برا يبقى لاترا الروتيشن. إزا كان الصينز دي التاني يبقى مفيش روتيشن. خلاص كده. أدي الحاجات المطلوبة منك. آخر حاجة أنك تشوف الأوربتال فلور. هل ده جزء من الفراكشور؟ لا. أوربتال فلور مش تابع الفراكشور لكن بيتكسر في السجل. وإزا الأوربتال فلور الكسر الانفيريوريك تصفقي على طول. هتروح سقطة جوة معلومة خطيرة جدا بالنسبة للجراح لازم يرجعها. وإلا هتتزنق تحت ويحصل للمريض تبلوبيا بعدك. دولة هم شوية تلك. المتعمل بقى 3D تستريح قوي وانت بتكتب التقريب. يعني سيتها زي جومة. وشايف انها تفصلت من هنا ومن هنا ومن هنا بكل مكان. وشايف ان هي سيتها زي جوماتيك سفينويدا اللي انت ما بتعرفش تشوفه في أي حتة تالي. كويس. إلا عن طريق 3D إيميجز. إذا عملت CT والأتل الأنتيري والوالف دمجزيلا لسينس مكسور والبوسترولاترال والمكسور واللاترال الأوربتال والمكسور والزيجوماتيك قرش مكسور. يبقى انت دلوقتي بتتعامل مع مين؟ زيجوماتيكو مكزيلاري كومبليكس فركشن. بقي لك 3 معلومات. نمرت واحد. الزيجومة رجعت لورا تبص على الناحية التانية. رجعت لورا. تقول. الزيجومة لفت لجوة تبص على الناحية التانية. لفت لجوة. عشان المكزيلاري صينص صغير. تبص في الكورونا على الأوربتال فلور. مكسور؟ ماشي. اللاتراليكتس نزلت جوة ولا زي ما هي في مكانها أن يريبورت. هذا الكلام. هذا هو الزيجوماتيكو مكزيلاري كومبليكس. الأنتيري لول مكسور. بص راتر الوول مكسور. راترال أوربتال وول مكسور. زيجوماتيك قرش مكسور. يبقى خلاص. الكمبونانس موجودين. طبعا الساينص بيكون عشان في نزيد. يعني ده اسمه هيمو ساينص. وبعد كده. تبص على الأوربتال فلور لقيته مكسور. تجيب بقى الصوف تيشي ويندو عشان تشوف الانفيريريكتس دي نزلت هنا ولا لا. دي نقطة مهمة جدا. دي نقطة مكسور. بص راتر الوول مكسور. والزيجوماتيك أرش مكسور. تطلع في الصورة اللي فوق عشان تشوف راتر الأوربتال وول مكسور ولا لا. دي نقطة مهمة جدا. المكزيلاري ساينص. ده قد ده يبقى مافيش روتايشن. الزيجوماتيك بون ريجعت لورة شوية يبقى فيه بص راتر الوول مكسور. خلاص كده. دعا. هذا مطابق. الزيجوماتيكوم اكسيلاري كمبلكس. انتيرال وال بص راتر الوول. انتيرال وال بص راتر الوول. الزيجوماتيك قرش هنا الناس بيقولك لو كان الزيجوماتيك قرش زي القوس تعتبره مكسور. الزيجوماتيك قرش أصلاً مززي القوس. لو هو بقى بوين كده تعتبره مكسور. حتى لو انت يوانت سيدا فريكشن لاين. طيب. نفس الحكاية هنا انتيرال وال بص راتر الوول. لاتر الوول. وبعدين زيجوماتيك قرش. خلاص. يبقى ده الكمبوننس. بتبص على الوربتال فلور ده تقول عليه هيمو ساينس. وبص على الوربتال فلور اذا كان فيه مش كده ولا ما. نفس الحكاية. طبعا الوول بائماتيك عملاتيكة. او لا يكتبه لديها في مستدعيه. على قررار الوول. او لديها قيمة جيدة. في مستدعي. في مستدعي. في مستدعي. في مستدعي. يجب أن يكون شخص يمكنك ان انت شكرا. لما تيجي بقى واحد بعتلك العيال بعد لما صلحه ما تصدش نفسه صح عشان دي دي شغلانة عويصة جدا 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 فانت لازم تبقى عارف كويس قوي ان اعظم مجزل فيشيل بتاع التروما هنا في البلد مش هيصلح اللحاكتين بس هيجيب الزيجومة في مكانها ويحط فرشة في الأوربيتال فلور لو كان مكسوبا بس مش هيعمل حاجة تانية فانت بقى ايه تبتدي التقريب اما تشوف الكلام ده استيل نوتد الفلاني والفراكشار الفلاني والفراكشار الفلاني والفراكشار الفلاني طب ما تقوله الاول اللي ازاي جوما رجعت في مكانها وان الأوربيتال فلور اسيلد النقطة مهمة جدا وبعدين قول اللي في نفسك بقى بعد كده which is nonsense كل اللي انت هتقوله بعد كده ملوش كيمة بالنسبة له ومش هيعمل له حاجة ولا هيصلحه أصلا ولا يهم العين في حاجة فمس؟ الحاجتين المهمين انك ترجع الزيجومة في مكانها وانك تقفل الأوربيتال فلور تحطينه شبكة تحطينه معرفش ايه تقفل الأوربيتال فلور بس هم دولة الحاجتين هما بقى لسه في فتافيت هنا ولسه في فتافيت هناك والكلام ده كله تنسى خلاص قديني قلت له and this is before reconstruction and this is after طبعا انت ممكن تتخيل كل الحديد ده وتركب امتا وركب ازاي وتعمل بأنهي طريقة عشان تزبط القضية دي كلها بعملية صعبة جدا صعبة جدا في وسط بحير الدم وفتفيت عضمه وإديمة وكلام ده كله فلما واحد يطلع الشغلان دي معمولة بالطريقة دي تنسى تحطين لك وطبعا ما تكتبش زي بعض الهساب زي لوح كتب له telegraph congratulations for مش عارف ايه مافيش كاسمة اكد يعني هنا المهمة كيف تحطين نفسي كيف ترى التسيري والسطور لا تستطيع ان ترى التسيري و لكن تتوقع ان تتوقع ان تتوقع من البصر الوضع من البصر الوضع السينس وممكن تشوفه في الـ 3D طيب افرت بقى الترومة كانت في النص بالظبط مكنتش على جنب كانت في النص بالظبط فتكسر المناخير وتكسر الاثمايدز ده فراكشور معروف اسمه نيزو إثمايدو أوربتال فراكشور لانه لازم هياخد حاجة في الأوربت افرت بقى الترومة افرت بقى الترومة لانه لازم يبطط الاثمايدز لكن افرت بقى الترومة هتلاقي الترومة افرت بقى الترومة لما تكسر في الفتحات كتير قوي بتدخل الهواء إبقى انت لو لقيت أوربتال انفزيما وانت مش شايف الفراكشور نفسه تعرف ان الاثمايدز مكسور كلا؟ إبقى هنا هوت أوربتال انفزيما بايلاترال زي ما انت شايف كده لازم الاثمايدز تكون مكسور وهذا هو المثلات الاثمايدز تدخل كمان هوا في البريل إذا كان الكريب ريفورم بليت الكسر وده أحد الكمبونتز افرت بقى الترومة وهذا هو المثلات موجود تقريبا في الارشيف بتاع القصف العيني زي ما انت شايف كده الترومة متسنترة في النص بالظبط على الاثمايدز عشان كده كله متبطط ورا بعض ورا بعض ورا بعض هذا هو الاثمايدز افرت بقى الترومة في السك لان الاثمايدز مشترك ما بين الاثمايدز وما بين الاثمايدز هذا الفراكشور علشان في حتة حيوية جدا ففي حاجات كتير قوي بتبوز معاه في السك تكاد تصل مية في المية لان الاثمايدز جزء من الاثمايدز لوفورت فراكشور سنقولها دلوقتي سي اس اف رانورية علشان الاثمايدز فراكشور لان الترومة في النص بالظبط فغالبا هتاخد الفراكشور بقى التروماتيك تعريض نيزو 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 عند الوربت الورب ويروح ضدت الجلوب لجوه فالوربت ينفجر مش الجلوب الوربت ينفجر الوربت ينفجر اسمه Blow Out Fraction مين اضعف حتة في الوربت مش زي ما انت فاكر انها الا ما انا ببريشة لا اضعف حتة في الوربت هي الفلور ده اوربتال فلور اول ما الجلوب يدخل لجوه والانتر اوربتال بريشر يزيد يروح الفلور منفجر الفلور انفجر ايه اللي هيحصل هيروح نزل عظم في المجزلاري ساينس واذا كان الانفجر اقوى الفات هيروح نزل في الساينس اذا كان اقوى المسل اللي هي الانفيري الركتس هتنوع نزل في الساينس اذا كان اكبر اوي 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 القلوب نفسه هيروح نزل في الساينس ثلاث دوت اسمه Blow Out Fracture Of The Orbital Floor ازاي بتعرفوا من البلين اكترينس اذا كان فيه واحد عنده وانت بصيت على الاوربت والقيت فيه اللي هو أوباستي او قول عليها اي حاجة متعلقة بس تباستي اي حاجة من البلين اي حاجة ان تباستي اكترينة تباستي اي حاجة من الحتة دية كده بس الحتة دية. لما تعمل CT هتلاقي في انفجار في الأوربت. وهتلاقي الفات نزل في الفاتحة دية. ولكن الانفيري الريكتوس is above. يبقى مافيش مسل انترابمنت والاوبتيك نيرب والسفيري الريكتوس. يبقى مافيش مسل انترابمنت يجب أن تقول ذات في التأريق. في مسل انترابمنت يجب أن تقول ذات في التأريق. عشان نقطة مهمة جدا جدا في العلاج. الانفيري الريكتوس مسل نزلت في الفاتحة. وهذا يجب أن تقول ذات مهمة جدا. لأنه يسلق المسل دي وطلعها فوق وحط الفرشة هنا في الوربت. لكي لا يجيش للمريض بعد كده. وهذا هو هرنيشن الفاتحة. إنها في الامر اي شايف انت الفات نزل لتحت شوية. لكن الانفيري الريكتوس is above the fracture. يبقى دهوت ما عندوش blow out fracture. وهذا هو حدث الجلوب نفسه في الانفيري الريكتوس. عندما يصل فضيئة وانفجار فضيع جوه الوربت. الفلور كله بيروح. وبالتاني الجلوب ما بيكونش عنده انفيري سابورت. فهيروح نازل كما انت شايف كده. وبالتاني الجلوب ما بيكون. وطبعا هذا الامر يستدعي ان الوربت تقطع. غالبا من هذا المواضع. هناك. مصر دي حصل فيها مصر ونزيف وكلام ده كله. لكن الانفيري الريكتوس. هناك. وكل ان فيها قديمة ومش عارف به. الكلام ده كله دوت. ماننمش دعوة بالله. وكل النعباشة اللي انت شايفها هنا هو دي عبارة عن هامورج. في بعض الاحيان يحصل بلو اوت فراكشور. لكن الانفيري الوربتال وال. فبعض الاحيان الاموربتال وال ينفجر. والميدال ريكتوس هي اللي تدخل جوا. يبقى دوت ميدال ريكتوس انترابنت. زي كده. الاموربتال وال هنا هو مكسور. والاثمائل زينة اوبيك. والميدال ريكتوس رحت جواه الفراكشور. عادي تنصد خلوه. وكم انت شاهدت كده. وهذه الاحيان وده الانفيري. والده الانفيرير وبه اوبيك نور. وديه الاموربتال. اذا لن ترى الميدال ريكتوس. او قريب معانت الميدال ريكتوس. مهم جدن 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 يا جماعة الموضوع ده. المسل عادي فيه غاية الاهمية. لو انت ما جبت السيبت. كم ممكن نعم المريض. يبقى كده يعود على طور. مش هيعافي تصلاحه بعد جد. هذا الكلام بضقة شديدة في التقليل الاوبتيك نيرف الاوبتيك نيرف من تعرف ان هو مشدود كده ورا الجلوب لو كان الاوبتيك نيرف مشدود ورا الجلوب ما تعرفش تبص شمال ولا يميل خالص الا انك انت تتلفت عشان تعرف تبص لكن لو انت عاوز تختلص النظر اللي هو كده هو ده عشان الاوبتيك نيرف بيتحرق كده وكده عشان كده عشان كده اوبتيك نيرف ما بتنفعش في البلانت ترومان لانه متحرك وانه متحرك انت الاوبتيك نيرف يبقى انجر لما تطخ نفسه كل الناس الميجي ينتحر يروح منشن هنا في الحتة دي فيروح خارم الاوبتيك نيرف طبعا وبقيتها الحاجات الثانية وطبعا شايف انت الفراغمنتز وكده وانه اوبتيك نيرف ايه غالبا اما انا في الحالات اللي انا شفتها كتير جدا ما كانش فيه اوبتيك نيرف انجري الا بنتريتين ترومان لكن بلانت ترومان صعب قوي قوي ان هي تقطع الاوبتيك نيرف مهما كان الترومان نفسها طبعا الوربت من الحاجات البريشوس جدا في الترومان وكل الناس عاوزة تشوف ايه اللي حصل عشان تكونسيرف على قد ما تقدر لكن انت ما بتعرفش تشوف حاجه لو شفت العيان نفسه ما بتعرفش تشوف حاجه خالص الجلوبس نفسه ما بتكونش بينه بقية تلفز كله مورم كده ومحمره ومخدره وكل حاجه فانت ينيد الامج عشان تعرف اذا كان الجلوب اذا انتكتو انا لأه فتبتدي تشتغل على هذا الاساس فانت عندك اوكيلار بيثالوجي يعني حاجه في الجلوب وعندك اوتيك نيرف انجري وعندك مصد انترابمنت اللي هو المصد اللي غتصت وعندك كاروتت كبير وعندك بري أوربتال هماتومس زي كده واحد اتخبط بوكس في ويش ويش ويرم والايلد ويرم والجلوب استخبه وراء الاديمة والبتاع ومفيش حاجه جوه الأوربت ومفيش حاجه جوه الأوربت بالنسبة للجلوب واحد تاني دخل جوه دخل جوه عيني انترى أوربتال اير خلي بالك احد العلامات الرئيسية جدا لانه القلوب انفاجر والقلوب انفاجر هم دول اللي هو فلاد طاير صلحة القلوب وهي ذي انترا اوكيلر وينه القلوب انفاجر فلاد طاير ايران هماتومة تاني دول دي نقطة مهمة انترا اوكيلر فورين بوضي يعني القلوب انفاجر ازاي الفورين بوضي دخل لماذا الجلوب ليس فلاد تاير؟ لماذا؟ لا يوجد مصمار بيدخل في الكويتش العربية ويفضل الكويتش الملفوخ صح؟ اللي هو تيوجلس يعني مزلوط كده والأوربت معمول نفس الجلوب نفس الحكاية ممكن يختارك مصمار فيه ويفضل هو إيه؟ زي ما هو ملفوخ بس يبقى رابش فتريس هيموريج ليس مصمار بجلوب رابشر ولكنه يعني سيفير أوكيلر انجلي كون ان فيه نزيف واللنس مش في مكانها أو بري أوربتال كونتيوجن كلام ده كل ده بوست تروماتيك لكن مش معناه ان الجلوب مفضل وقلتلك لما تلاقي خطوط ماشية كده جوه الجلوب تعرف ان الريتنا غالباً إز ديتاتشد وان معها النزيف زي في المريض دوات كده كورنيا اللاسيريشن مش محتاجة أشعة لانه بيبص كده بيشوف الكورنيا يعني مثل انت شايف هنا اللنس ما علاجهش انتيري تشيمبر زي ديت كده معانا كده ان الكورنيا راح في التروم وانه بيشوف الكورنيا اللاسيريشن وهي نوت مفيش لنس ولا كورنيا وفيه طبعاً إديما وفيه فولندوم الأشكال بقى والألوان بتاعت اللنس لنس سبلكسيشن ولنس ديس لوكيشن ولنس فرجمنتاشن وزي ما انت عاوز كل ديت حاجات بتحصل ساكندري تو تروم تعالى بقى للحتة الأخرانية اللي هم الجماعة دول وينديهم منها منهم بس اللوفورت اللوفورت فراكشورد واحد اسمه ريني لوفورت راجل جراح فرنساوي سنة 1901 عمل تجربة علشان يقسم بها الفراكشورز بتاعه جاب واحد ميت وجاب حجر كبير ومن مسافة معينة ونزل الحجر على وشه وبعدين جاب الوش وقعد يشوف الفراكشور اللي حصل وبعدين جاب واحد ميت تانى وجاب حجر اكبر وراح اعمل فيه نفس الحجرة نعم الميتين في الحرب العالمية ساب ما عرفش الحقيقة كان في ايه كده في الحرب العالمية مش مهم او ميت خلاص واحد تالت وحجر اكبر المهم بايه عمل الثلاثة اللوفورت بتوعب الثلاثة اللوفورت دولت لقى ان الفراكشورز بتنشي في خطوط معينة ده على ايام دلوقتي الفراكشور بيمشي بطريقة ما فيش حاجة اسمها خطوط مش خطوط لكن هو قال لك كده قال لك الفراكشور اللي هيفود في التريجويتس يبقى تابعة يبقى لفورت خلاص؟ وبناء على الممر بتاعه يبقى انا اقول واحد واثنين وثلاثة واحد اخفه اخف فراكشور فيهم ثلاثة افضع واحد فيهم اسمه يعني الفيس اتفصل من الجنجمة كل الحاجات اللي مسك الفيس في الجنجمة اتكسرت خلاص؟ بس لسا الفيس طبعا في المكان مش المريض مسكه كده طبعا طبعا يبقى انت دلوقتي عشان تكتب كلمة لفورت في التقارير لازم يكون التريجويت مكسور التريجويت مش مكسور يبقى تشوف اي فراكشور بتاني خلاص؟ طبعا فين هو بقى التريجويت؟ ده في الأكزيال وده في الايه؟ في الكورونا طبعا التريجويت اللفورت طايف 1 اسمه فلوتنج بلت يعني فصل البلت من مكانه عشان كده الفراكشور دوت بيمشي في الالفيولار مارجن ويرجع يرجع لورا لحد لما يكسر التريجويت وانت عارف طبعا ان المكسوري ساينس ليه الايبكس بتاعته ليه علاقة بالالفيولار مارجن فالفراكشور دوت غالبا بياخد البازو في المكسوري ساينس ويكمل لورا لحد لما يكسر التريجويت ده اسمه فلوتنج بلت بيبقى ماشي في الدروق في الدروق ويشيط التريجويت ويشيط التريجويت قليل قوي لما تشوف اللفورت 1 قليل قوي لان الترومة في حنيينة حبتين وده مش موجود اصلا في الوقت الحالي لالواحد يقيم ما يتخرش خرشة ما نهائية يقيم ما ينفذ من الترومة فقليل لما تلاقي اللفورت 1 اللفورت 1 تريجويت بلت مكسورة ويشيط التريجويت وطبعا السينوس يكون في البلد في الوقت بيكون قبيل هذا مخصص قليل لفورت 1 طيب ده برضو لفورت 1 كل الحاجات ديت من على الإنترنت لا يوجد كيس لفورت 1 خالص ولا حتى في الأيام الرسالة وكده ننظر بشكل مانع من الغيوية والحطة إلي جنبهم من المكسورة سايزلة 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 شبكة ومن نجح لديها القزية لا ينقذ الحطة أو حطة لا ساعات يكون هناك والساعات يأخذ بقى معها زي جوماتيكو مكسورة أو أب كما أقول دي لغادي 42 فورتتو اسمه برامد الفركش يعني بياخد الحطة الحمراء دية اللي انت جايف بيأخذ الروت of the nose, the medial orbital wall, the medial part of the orbital floor, anterior wall of the maxillary sinus and the alveolar margin وحط عليهم التيريجويد بلخص. هو ده لفورت 2. فلو انت بصيت كده الـ 3D بقى هنا عجوبة. انك انت يرى the details of the fracture زي ما مرسومة في الصورة بالضبط. ان الفراكشر ده وتماشي من هنا وريح هنا وجي هنا وهو برامدال. شايف؟ برامدال. زي الصورة دي برامدال الفراكشر. عشان كده اسمه كده برامدال فراكشر. دان لو انت بصيت على الاجزة الامجز هتقول ده لفورت لان ترجوز مكسورين. بس مش هتعرف انه واحد فيهم بالتقريب. انا في الاخرى هقولك تعرفهم ازاي من هير ريكو نستطرد الامجز. وهذا برامدال فراكشر. قد الفراكشر ماشي هنا وبعدين ماشي كده وبعدين ماشي كده وبعدين افكت الحتة دي بالزبط زي الرسمة. هذا هو الفورت 2 الفراكشر. الفورت 3 اللي هو فصل الفيس كله من الجمجومة. فتقدر تقول كده ان الفورت 3 هو الفورت 2 بس حط عليه زي جوماتيكومكزيلر حط عليه الحتة دي لان الحتة دي مكانتش مكسورة في الفورت 2 بقيت مكسورة في الفورت 3. الفورت تايب 3 هتلاقي بقى الزي جوماتيكومكزيلر على الناحيتين موجودة اللي هو أنتيري الوربوسترولاترال وال وزي جوماتيك أرشولاترال أوربتال وال والتيري جاية بليتس على الناحيتين مكسورين وكده زي ما انت شايف. وانتفضل تطلع فوق تلاقي الزي جوماتيك أرش على الناحيتين مكسور اسم ويدال إيرثيلز مكسورين تطلع على فوق شوية وانتفضل تطلع على المهم اوي اوي في الموضوع المهم اوي اوي في الموضوع وانا كده تشوف ان الجلوب ما بيكونش باين خالص وش المريم لكن هذا الجلوب تطلع على إيديما ولكنها ممتاز بايلاترال والأوربت ممتاز جدا ولا فيه هامريج ولا فيه فورين بوضي ولا فيه ولا الحاجات دي كلها ولما تكمل لفوق تلاقي الفرونتال سينوس كمان مكسورين وجاز الفرونتال بوم كمان تكون مكسور ده اللي هو لفورت رقم 3 لفورت رقم واحد هو العجور المارجن مكسورة والروت لفورت رقم 2 عامل زي البرامد كده افكت نيزل بريتش ميديا الأوربتال وول ميديا الأوربتال فلور زيجومة لفورت رقم ثلاثة تحط على ده زيجوماتيك عارش زيجوماتيكو مكسوري كومبليكس فراكشور سماش انجليز يعني ملهاش فراكشور في كل ده مثلا واحد الفجر في وشه كومبلا ودوت 3D واضح طبعا الحتة دي كلها ميديا والزيجومة والأوربتال فلور وفيه بون فراكشور والماندبل مكسر ثم ترى الشراب نيب والماندبل والماندبل الحتة دي كلها مكسرة ونفس الحكاية هنا نيسى نيسى كومبليشن 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 ثم ترى كومبليشن 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 ثم ترى انه وكان في بعض الأحيان صعب قوي عليك تشوف السابغة نزلة ثرودة فراكشور فكننا بنحط قطنة في منخير المريم وبعدين نشوف السابغة نزلت على القطنة لا إذا كان فيه وفيه سابغة نزلت على القطنة وهم الاتنين في نفس الناحية فنعرف على طول ان ده بالرغم ان احنا مش شايفين السابغة وهي نزلة دلوقتي ما بنعملش كده بنعمل بس لازم المريض يكون نايم كورونا معي؟ لازم يكون نايم على بطنة عشان نشوف السابغة من خلال المريض مثلا في المريض هذا المريض يوجد كمية ضخمة جدا من الخلال المريض متكونة هنا وواضح جدا المريض هنا عظيم هناك مريض المريض وممكن المريض يكون كبير قوي لدرجة ان البرين نفسه يهرنيت من خلال المريض وهذا انكفالوثي انكفالوثي نوموكفلس وكمان البرين يهرنيت من خلال المريض وطبع الاموار جدع فانه هو بيشوف شكل البرين تيشو نفسه يعني الحقيقي وتعرف ويتشوف الكورتكالثاثائي والسي اس اف والكلام ده كله فتعرف ان انكفالوثي ده اللي هو موضوع المنزلوثي ما تشهدش نفسك قوي لكن ايش نفسك قوي بالنقاط اللي الرابل عاوز يعرفها لأن